السلام عليكم صباح الفل عاملين ايه معاكم اخوكم احمد كمال ده فيديو سوق الكلاب الالكتروني بتاع الكلاب الجلد فقط هنا هتلاقي كلاب جلد فلو انت مش غاوي كلاب جلد ما بتحبش الموضوع فانصحك يعني وقف الفيديو وشوف حاجة تانية بحيس برضو ما ضايعش وقت حضرتك لازم من الاول بس لو هتمشي صلي على نبي بس قبل ما تمشي تمام قول على افضل الصلاة والسلام لو حابب تكمل معنا تفضل نوارنا يلا بينا نخش عالسوق ونشوف ايه اللي معنا نخش الاول بالدكر الروت فيلر ده للعلم هو سعره حلو ومقاسه مظبوط امريكان روت حاجة كده اللي هي لهوات الهيبة يعني الاحجام الكويسة والكلب يبدو ان لعبي ومشاء الله رشيق دي اسمه حلو جملنته برضو كويسة بيتكلم مش في كتير بيتكلم في 3000 جنيه بس اا اعتذر لو الصوت في شوية خنافان عشان انا عندي اا اشتباه كورونا وكده اشتباه والله عشان ما تخافوش يعني ما تقفلش الفيديو لاني اكيد مش هعديك طيب اا المكان قطفيح تمام والزي ما قلتلك السعر 3000 جنيه هو برضو معا دكر اا تاني جيرمان ده اسمه ماكس ماكس ب 1000 ونص هو بيقول ان الكلب كويس يعني بس انا شايف انه ودانه واقعة شوية تقريبا تقريبا او دانه واقعة الكلب ودانه واقعة او هو ساعة على فكرة بيبقى مع صاحبه عشان شايف صاحبه بيرمي ودن الورا فبالله عليكم جماعة ركزوا في موضوع الودن ده لان انا مش شايف كويس ممكن الكلب لما بيشوف صاحبه وبيفضل عايز صاحبه ويفضل يهز ديله بالطريقة دي بيرمي ودن الورا ودانه الاتنين او لا الكلب ودانه واقعة بس عنده ودن مريحة شوية ودنه اليمين مريحة شوية طيب بيتكلم في الف ونص وبرده ما كان قطفيح انا شايف الروت هو صفقة ربحة اكتر يعني من الجيرمن بصراحة الروت لا ده صفقة ربحة جدا نسبة للجيرمن اللي هما الاتنين لنفس المالك على فكرة بص بقى سيلي دي نتاية بيتبول نتاية بيتبول يعني معقولة فيها جمجومة شوية فيها حاج ما برضو ايه شوية كده قصيرة فهتمشي معاك الى حد ما لو هتفرخها على بولي الى حد ما هتمشي معاك لأي حاجة بصراحة يعني لو كلب بيتبول عادي بولي وماله الكلاب البيتبول يعني عايز اقولك اللي هو ايه بتمشي كل حاجة ما شاء الله طيب اا ما كانوا العمرية مطلوب الف جنيه اصنى الموضوع بسيط العمرية دي في اسكندرية للعلم والمطلوب سعر الف جنيه فقط معقولة قوي وقبلا التفاوت ده بس ده كلام بيني وبينك يعني فلو عايز تخلص كويسا الكلب البيتبول اللي احنا شايفينه دلوقتي ده غير واضح المعالم لان اللي مصوره للأسف مش مصوره من فوق قوي ودي زاوية غلط جدا على فكرة تخصف بالكلب الارض وانت بتصور الكلب من فوق تخصف به الارض فعلا يعني لازم تنزل على مستوى تنزل على رجبتك كده تروح نازل مصور الكلب واخد لقطات حلوة عشان يبان معاك معلن هو بيتكلم في 2000 جنيه مكانه المنصوره حتى اسمها سندوب بصه والله الكلب كويس جدا بس الاسف الصور ظلمه وهو فعلا يستقل الالفين بس الفيديو والصور والكلام ده ظلمه الكلب ده بالذات تروح بص عليه يعني هو حلو ممتاز الله بس عايز يتبص عليه كويس لا اكثر يعني دين تا يا بيتبول صاحبها بعتها لي وما قال ليش للاسف المكان فين لكن قال لي انا هسيبلك السعر اقول انت بعد اذنك انا هقول الف جنيه وعشان السوق واقع والدنيا واقع فالف جنيه ويا مساهم اطلع منها طالما انت بتطلع منها اطلع منها مش مشكلة ما تبصش لبكامل في البيع والشرع في البيع والشرع الحاجة اللي هتجيلك باعتها وزبون حاضر بسعر ايا كان هو سعر ايه انت غاوي انت مش تاجر مش جابها تكسف فيها انت جبتها والظروف الما بتطلعها تمام فطالما انت مش مش تاجر اطلع منها بتطلع منها خلاص ما تبصش لفلوس لان هي عندك هتاكل وتشرب وتشقيك باكتر من تمانا فوانت ناوي تبيع يا غاوي بيع خلاص من غير بكام انت كده كده خسران على فكرة لان انت عادتها كم شهر او سنة او سنتين بتاكل بقى دقيق هي كده كده انت محوش فيها كتير قوي فمش هتفرق معاك وانت بتبيع فرط وعلى الله ده كروتفايلر ده للجواز فقط جامل ما شاء الله حجمه ودماغ اللي هما صلى على وبعدين الدليل اللي هو اللي جاي بكيرف مش لافف ودي ميزة لان فيه كلاب روتفايلر تلاقي الدليل لافف لافف شباك كلاب البلدي انما الصح الشكل ده هو الستاندرد بتاع روتفايلر طيب هو مكانه فين مكانه حتى اسمها مهندسين ميت عقبة الله اعلم بقى دي في القاهرة ولا فين بس الكلب حلو ما شاء الله هو للجواز فقط وليس للبيع وعندك الرقم تواصل معاه لو انت عايز تجوز شهادة التطعيمات اللي احنا شايفانه دي بقى دي بالتطعيمات اللي جواها يملكها هزا الكلبو بالامور الروتفايلر برضو حفلة روتفايلر انه هرده بص هو الكلب ده عنده تسع شهور المكان المنصوره حتى اسمها تناح بص هو الكلب حلو بدماغ بدم حامي وسكته سكة الروسي شوية لحد ما برضو في بوص مكتوم ودماغ كويسة وبيتكلم في 5000 جيم طيب هل فيها كلام اكيد فيها كلام برضو فيها كلام بس هو للأسف نصور الكلب من زاوية مع الاضاءة الزاوية دي مع الاضاءة تشوف الكلب تقول عليك بوص طويل للأسف بس لو جت هتقستها مقاس مصطرة بوزه لو قسته بالمصطرة كده هتلاقيه صاير انما الزاوية مش متاخدة صحة قوي فمبينة ان الكلب مبوز هو بيتكلم في 5000 مصطرة على فكرة الكلب يستاهل الكلب يستاهل وتسع شهور يعني انت واخد عيل هتأسسه على كيفك برضو جروا يعتبر وبالدم الحامي ده وبيتعارك وبيشد الكاوتش وبتاع بيهاجم في برضو دم بيقول بيقول تقدر تشتغل على المستوى ده وتطلع منه حاجة اعلى طالما هو عنده الموهبة اللي هو بيهوهو وبينط وبيروح انت تقدر بقى تمسك المادة الخام دي تشكلها انت على صيغة حراسات شخصية وروت فيلر على فكرة هو صالح جدا للحراسات الشخصية اخر بيت او شق يعني ده هيكون كويس انما كمساحات كبيرة انت محتاج كل بخطوته فدان يا جريد دان يا بوكسر يا ام مثلا دوبرمان حاجة من التلاتة دول هتبقى معك في المساحات الواسعة ممتازة مساحات صغيرة شوية خليك معروت فيلر هيبقى احسن ومش هيبقى محتاج تمشية كتير مش هيبقى محتاج ومش مخرب يعني الروت فيلر ناس ياما ربته تجارب ناس كتير انا شخصية مربتش روت لكن اكيد في يوم ما هاخد التجربة يعني في ناس ياما قالتلي لا مش مخرب ومش بيعود في اي حاجة وهادي وعائل وراسي فلو ده مناسب لي تواصل على صاحبه والرقم ظاهر عندك تكملة للمنافسة اا الدكر ده برضو والجواز للاسف صاحبه مقليش هو منين للاسف وظن ان كلب زي ده يعني بالدماغ دي بالحجم ده يستاهل تتصل او صاحبه تقول له حضرتك منين عشان انا عندي ايه روت فيلر وعايز اجاوزه دكر ما شاء الله عليه والله الله أكبر فاللي عايز يجوز الرقم عندك وللأسف ما قلش المكان لكن انت تقدر تتواصل معه وتعرف مكانه فيه الرجل الطيب ده بقى عنده الدكر ده اللي انت شايفه تحسه دكر غشيم والنتاية دي النتاية ده اخلى على حيضة والدكر الدكر عايز ياكل شوية تقريبا يعني انا حسه عايز ياكل وعايز يملة وعايز يتحرك كده عشان يبنى عليه الكلام يعني هو كلب تقريبا حلو سكة البولي شوية يعني تحسه ممكن يكون في دمه بولي بس ده مش واضح يعني النتاية البيضة دي عايز اقولك اللون ده لما تدي له دكر نفس اللون بيرموا حاجات كده ايه الوان حلوة يعني الجر والابيض او الكلب الابيض بشكل عام لما يبقى كله ابيض خصوصا لو جلد بيبقى مميز جدا في الشكل طيب هو بيتكلم في كام عايزين بقى نعرف الاسعار والدنيا دي بيتكلم في الف ونص و الف و سبعمية في الدكر و الف و نص في النتاية هو اسمه زياد وما قال ليش مكانه فين زياد فاللي عايز حاجة يتوصل معه تلفونيا ويعرف الدنيا فيها ايه او واتساب على نفس الرقم اللي ظهر في المربع التاني دي انت يا بيتبول عندها سنة و 3 شهور طالب فيها الف و سبعمية جنيه هو بيقول لي على فكرة شكلها اجمل من كده هي على فكرة فعلا الكلب حلوة وفيها خشانة دكورة لكن زي ما احنا عارفين ان احنا سقافة التصوير شبه من عدم عندنا فارن تروح شوفها على الحقيقة احسن يعني طيب ما قاليش المكان برضى ما قاليش المكان سوري بقى احنا مضطرين ان نتواصل معه تاني ونعرف مكانه فين طيب الكلبة دي كويسة جدا بس انت لازم تروح تبص عليها فاعرف مكانه فين وبص عليها وهي فعلا كلبة جاملة بص ده واحد من ميد غمر عندهم تاية روتفايلر النتاية دي مخلفة في اليوم دلوقتي مثلا اليوم السبعتاشر دلوقتي في الوقت الحالي لان هو لما كان بعتالي كان بعتالي في اليوم العاشر غالبا والله اعلم ما عندهش وقت ولا مكان فمش هيعرف يراعي مش هيعرف يعمل اللازم فهو بيباعها بالخلفة فيه ناس هتقولك طب انا لو خدته دلوقتي في العمر ده دخلتها مكان جديد وانا شخص جديد وكله جديد في جديد من الخوف هتاكل عياله لا هي الموضوع محتاج خبرة في الفرخ لو انت مش خبير في الفرخ يعني ما فرقتش قبل كده ما عندكش انتهيات ما عندكش ممارسة للموضوع ما نصحكش انما نقل المكان ونقل الشخص اصلا اللي بيراعي مختلف محتاجة شوية يعني ايه تكتيك في الموضوع علشان ولا تكول عيالها ولا تأذيهم من الخوف عليهم هنتكلم في حلقة كاملة عن الموضوع ده عشان ما نطور في نهاية الفيديو انا حاب بشكر كل شخص بيوصل معينا للليبل بتاع نهاية الفيديو بتاع الخاتمة ده دلوقتي واحب افكركم ان احنا نازم نصلي على النبي للمرة التانية اقول على الابدل الصلاة والسلام ما تبخلش علينا بالسواب الجميل ده بعد اذن ولا اعيز حاجة من خلل رقم الواتساب زر 1141579933 انا والله مش عايز ازعلكو عشان كده ايه باطلع واعمل فيديو عشان المفروضة رايح شوية عشان النفس والدنيا بايزة بس يعني بحاول ايه عشان فعلا فيه ناس مش هقولك الناس اللي بتتفرج فيه ناس متوسمة خير في العبد لله وبيبعثوا الحاجة واللي هو بيدفق له يعني لما بيعرضوا الحاجة عندنا الحمد لله ربنا بيمشي الدنيا وفيه ارفة حلوة يعني فالحمد لله الحاجة بتتباع فلما انا بتاخر في عرض حاجة الناس الناس بتتداق وبتقولي طب انت يا عما بالتنشنا ليه وبتاع وصراحة انا ما بحبش اتحط في الصورة السيئة دي فاعذروني بقى بشوية الكحة بشوية واجع القلب دول ودعواتكم يعني ان ربنا يعدي الامور على خير والحمد لله هو دور خفيف ودائر على كل الناس وان شاء الله ربنا يعني يشفي كل الناس ويقاوم كل الناس بالسلامة ان شاء الله اللي عايز اي حاجة زي ما قلت لك مراكم الواتساب واي استفسار اي حاجة وانا والله تحت امر اي حد اي حد من الكبير للصغير انا تحت امر كل الناس معزرة لو العدد بيبقى كبير على اي شوية فبيبقى ضغط كبير قوي ده فيه ناس بتقول لي عم اتوظف واحد يرد على الوقت ساب انا لو عملت ده اه المحتاج انا اللي ارد محتاج انا اللي ارد برضو فيه ناس بتبقى اعطال بس تفسارات في حاجات فنية في الكلاب سواء مثلا بيستشيرني هاشتري جارو او مثلا بيستشيرني بيشتري كلبي كبير اشتري او ما اشتريهوش امراض معينة حالات معينة فالحاجات دي ببقى مضطرة من اللي لازم ارد ما ينفعش حد تاني اللي هيعوك الدنيا والدنيا تبوز يعني صباحك فل واسف على الاطالة والسلام عليكم